هاريس بالقبلة افضل بكثير من رامز الزروقي فهذاك المرك يا ناس علاش خايفين علاش 11 الوراء صحيح انه هجوم لاعب سريع مراوغ عنده جرأة كبيرة جدا السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو قبل ما بدأوا ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنساوش تعطونا اراكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم مرحبا بكم كل حب والاحترام للجميع اول شي نبدأ بي رح نتكلمه على مباراة الجزائر ضد المنتخب التونسي الشقيق مباراة اقل ما يقال عليها انها مباراة مملة جدا انتهت بالتعادل واحد لواحد المنتخب التونسي لعبوا كلهم للوراء 11 مدافع لا هاجموا لا داروا فرصة ولا اي شيء حتى الهدف اللي سجلاته تونس على المنتخب الجزائري كان من ركنية ومن خطأ بسبب المدافعين الجزائرين لما كانوش يراقبوا في اللاعب التونسي ولا احد صعد معاه حاول انه يفتك منه الكورة وهدي لازم على جمال بالماضي انه يعمل عليها لانه المنتخب الجزائري عندنا مشكل كبير في الدفاع وفي الاخص في الكورات العالية ممكن غياب رامي بن سبيني اليوم على الدفاع اللي متعود دائما هو اللي يصعد ويننزع الكورات العالية اللي خلق خلق كبير في الدفاع المنتخب الوطني اما على المنتخب الجزائري كان يحاول انه باش يسجل كان يحاول انه يصنع فرص ولكن للأسف الشديد المنتخب التونسي 11 مدافع متكتلين للورا صراحة لا محاولات لا هجمة ولا اي شي مجرد انهم يلعبوا على الهجمات المرتدة لا اكثر ولا اقل مباراة مملة جدا مباراة ودية بين بلدين شقيقين كنا نتمنى انه نشوفوا فيها فرجة كرة قدم نستمتعوا بيها نشوفوا هجمة من الجزائر هجمة من تونس ولكن للأسف مباراة مملة جدا تونس تحسهم يلعبوا كأنهم نهائي كأس عالم او نهائي كأس افريقيا وكأنها مباراة ماصيرية يا ناس علاش خايفين علاش 11 الورا صحيح انه هجوم المنتخب الجزائري قوي حاولوا انهم بيش يصنعوا في ورص حاولوا انهم بيش يسجلوا حاولوا انهم يخترقوا الدفاع التونسي ولكن 11 الورا صراحة بزاف رقابة لصيقة على رياض محرز اللي حاول انه يتحرك حاولوا يدير توزيعات حاولوا يدير تمريرات ولكن ما عطولوش الفرصة انه بيش يتحرك وشفنا الفرصة الخطيرة اللي دارها لرياض محرز اللي ضربت في العارض وخرجت كان قادرين نسجلوا منها الهدف الثاني اللاعب اللي حبيت نتكلم عليه هو محمد امين توغاي كم من مرة نقول انه هذا اللاعب يستحق انه يكون في المنتخب الجزائري ويستحق انه يكون اساسي لاعب ما شاء الله ليه صعب امكانيات كبيرة لاعب جرينتا رزين يعرفش يفتك الكورات بدون اي ارتكاب الاخطاء شفنا اليوم قدم مباراة جميلة ورائعة جدا ايضا منساش باش نتكلموا على احمد توبة اللي لعب اليوم في الرواق الايصر وقدم مباراة جميلة جدا لاعب قليل الخطاء شفناه مساندة هجومية ويقدم كرات عرضية بطريقة جيدة قدم مباراة نقدروا نقوله افضل من المباراة اللي قدمها جوان حجام في المباراة السابقة وكذلك شفنا اللاعب قيتون قدم مباراة جيدة نوعا ما كان دفاعيا مليح ما هوش يعني في نيفو كبير دفاعيا ولكن هجوميا جيد لاعب سريع لاعب يعفق في شفة الكورات نتمنى له كل التوفيق وان شاء الله مباراة بمباراة ينسجم مع اللايبين ويدي الخبرة بالاخص نعرف انه اللاعب مع الفرق الافريقية وفي افريقيا امر صعب ومختلف تماما عن اللاعب في اوروبا عيسى منضي الغني عن التاريف قدم مباراة جميلة ورائعة جدا لاعب من طينة الكبار مدافع رزين ودكي جدا صاحب خبرة كبيرة يعني شو نقولك ركيزة في المنتخب الجزائري كذلك ما ننسوش انه باش نتكلمه على رامز زروقي في مباراة اليوم صراحة ما عجبنيش وضيع العديد من الكورات ولاعب يرجع كورات للخلف بزاف يعني مايلعبش الى الامام مايجازفش مايروحش الى الامام عكس ما شفنا عبدالي وعكس ما شفنا هاريس بالقبلة بالاخص هاريس بالقبلة في المباراة اليفات مع اوغندا اللي قدم مباراة جيدة ورائعة جدا وانا نأكد لكم انه هاريس بالقبلة افضل بكثير من رامز زروقي في ذاك المركز وشفناه في المباراة اليفات كيفاش قدم مباراة جيدة ورائعة جدا حسام عوار دخله الجمال بالماضي كذلك في الشغط الثاني ما قدمش يعني الشيء الكبير لامسات جميلة تحركات رائعة يبين لك انه لاعب ذاكي تاكتيكيا يعرك فاش يتحرك يعرك فاش يوظف نفسه يتحرك جيد بدون كرة او بكرة نتمنى ولو كل التوفيق وان شاء الله مع المباريات مع المباريات اللي لعبها في روما ويحتك مع اللعبين وينسى جمعهم راح نشوفه عوار اللي نعرفه بالمستوى العالي والمستوى الجيد جدا بلا منسوا ايضا فرس شيبي اللي قدم مبارات جميلة ومبارات رائعة جدا تبالي اكتر لاعب دار فوراس من طرف المنتخب الجزائري وكان رائع جدا وقدم اضافة كبيرة بنسبة لهجوم المنتخب الجزائري شفنا حاول تسدد اكتر من تسديدة تسديدة تين تسديدة صدها للحارس التونسي تسديدة مرت جنب القائم تسديدة ضربت في المدافع لاعب رائع جدا يقدم اضافة كبيرة جدا بالنسبة لهجوم في المنتخب الجزائري مازال صغير في السن عنده إمكانية كبيرة وقابل للتطور بالأخص نتمنى ولو كل التوفيق وإن شاء الله نشوفوه يلعى في المستوى العالي حاليا مع نادي تولوز لما لا نشوفوه في نادي أكبر وأحسن وعنده حاليا عروض من أندية كبيرة جدا في المباراة اليوم حبيت نتكلم أيضا على إسلام سليماني اللي شفناه في الدفاع بطيء جدا تقيل بزاف إسلام سليماني ما ولاش إسلام اللي نعرفوه اللي يتحرك في الدفاع 90 دقيقة هو يجري صراحة نبقى غير واقف تشوفو إسلام سليماني يمشي تقيل جدا حتى الجرية تعوله تقيله بزاف نتمنى من جمال بالماضي يلعب إسلام سليماني ما يلعبوش وحده كمهاجم يعني صريح رأس حربه صريح يلعب معه عمورة أيضا يعني إسلام سليماني يكون كبيفو ليستقبل الكورات العالية نعرفو إسلام سليماني جيد في هذا الأمر كيفاش يستقبل الكورات العالية كيفاش يبلوكيها بصدره كيفاش يكوفري أيضا ويمدها أيضا العمورة أو يمدها للعبين تها الوسط ويلعبها معهم بطريقة تكون جيدة هكذا نقدروا نستفادوا من إسلام سليماني بغداد بنجاح كيدخل في الشرط الثاني حاول يتحرك حاول يصنع خطورة شفنا تحرك شوي الهجوم ما شاء الله إليه إن شاء الله يحسن نفسه ويرجع بغداد اللي نعرفوه عمورة دخل تواني دقائق معدودة متعنا ما شاء الله لعب سريع مراوغ عنده جرأة كبيرة جدا إن شاء الله هاد الثقة اللي هو بيها يعمل بيها مع المنتخب الجزائري ويزيد جمل بالماضي يدير فيها الثقة أكثر ونشوفوه أيضا حتى مع النادي تعه نتمنى لكل التوفيق وإن شاء الله يدير مسيرة احترافية كبيرة جدا وأنا نشبه شوية لمحمد صلاح اللعب المصري بيحكم أيضا أنه سريع كيف وأنه مهاجم أنه كده تقريبا نفس البروفيل عندهم نتمنى لكل التوفيق نابيل بنطالب ما نسوش أنه باش نتكلموا عليه دفعيا كان رائعا جدا استرجع العديد من الكورات جرينتا حرارة بأتم معنى الكلمة ولكن النقطة السلبية اللي في نابيل بنطالب في هذه المباراة أو في المباراة السابقة هو أنه يتسرع ويضيع العديد من الكورات يدير تمريرات خاطئة لو كان ينقص من التمريرات الخاطئة رح يكون عشرة العشرة يكون لعب جيد ما شاء الله له وعنده كل الإمكانيات ولكن إن شاء الله يتحسن ويقدم منه الأفضل أهل المهم يا بخواتي وصلنا نهاية الفيديو شكرا لكم بزافة لحسن المتابعة والإصغاء وما تنساوش تعطونا آراكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم كل الحب والاحترام للجميع وتحية الجزائر في كل الأحوال